موسيقى بين السطور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسألوا كاتب المعاصر ما هو التنوير وهل بإمكان التنوير أن يزور التاريخ ويسأل التاريخ بمعزل عن القداسة المكرسة سلطويا وثقافيا وعائلاتيا وشعبيا كما يقال هل يحاول التنوير من خلال تحرير العقل باسترجاع حقوق الناس تخليص الناس من سرديات ما عادت تلامس وربما مصر أن تحتكر الحقيقة الرسمية وبصورة غير صحيحة يستدرك أحدهم فيقول أخطر ما يهدد الحرية هي الجهات التي تحتكر الحرية وتتنبأ وتحاول أن تبعد الآخر معتبرته غير شريك في بناء تصورات مشتركة يسأل آخر هل يدعو التنوير إلى محو الذات ويصور القضية على محاولة الإفلات من قبضة الذات الجماعية المستندة إلى سرديات عقلية وتراثية فربما الأعراب أشدوا كفرا في قضيات وقضايا معينة لذلك نحاول أن نفهم ماذا على الإنسان صح بالتنوير ماذا بينه وبين اليمين المتضرف لماذا صعد خطاب مغلق ولماذا يجذب التنوير لحد الآن ولكن مع ذلك المتنورون يرمون بالحجارة لأن بعض الناس لا يريدون من يوقظ العقول يريدون النوم في سباة رحيم أسئلة كثيرة سوف نأتي إليها تباعا في حلقة اليوم مع الضيوف الكرام هنا في الستوديو الباحث في الفكرة المسيحية جناب الأستاذ هاني جورج قسطو وأيضا يشاركنا الحوار من الناصرية الحبيبة المفكر الإسلامي دكتور رياض الخفاجي ضيوف الكرام تحيطيب والسلام عليكم عليكم السلام شرفتمونا مرحبا بكم شكرا زيلا لهذا اللقاء الرائع من قناتكم الرائعة لما الطروحات التي تطرح بشكل رائع وراقي وتفيد كل الشرائح البشرية شكرا أستاذ هاني أستاذ هاني ماذا يعني أن يكون الإنسان مبدعا متنورا ماذا يعني أن يخالف قضايا عصره ماذا يعني أنه يفلت من قبضة السرديات ماذا يعني لك نعم في البداية حضرتك لما تكلمت على مسجل التنوير التنوير هي عبارة عن حركة أدت ما أدته في أوروبا الغربية خلال قرنين الثامنة عشر والتاسع عشر حيث اعتمدوا الفلاسفة والعلماء في هذه الفترة على مسألة الإنسان هو المحور وهو الغاية وهو الهدف الإنسان الإنسان هو المحور والغاية والهدف في هذا العمل بحيث اعتمادهم على التفكير العلمي والنتائج الملموسة نتيجة هذا التفكير الموجود ومطبقة بشكل صحيح وفعلي بحيث استخدام القدرات العقلية الإنسانية وابتعادا كل البعد عن الخيال والخرافات الموجودة في ذلك الوقت خيال تنشطون الخيال ويضا تبعدون الخرافات خرافات عن هذا التفكير لذلك أبدعوا ما أبدعوا في هذا التوجه لذلك ما نشوف النهضة التي صارت خلال هذه الفترة من التنوير أدت إلى العالم نقلة كل كبيرة من الموقع إلى موقع آخر جميل نعم لذلك على متنور أن يكون هناك مسألة التعليم والتعلم هو أساس كل حياته جميل قبل التعليم قبل التعلم قبل التربية قبل المؤسسات حينما نقول تنوير تقول أوروبا حصل التنوير في هذين القرنين لكن كردة فعل على ماذا يعني هل قامت الكنيسة بأعمال جعلت التنوير كردة فعل على خطابات دينية متشددة نهائية مغلقة مسيجة برغماتية نعم حقيقة التنوير الذي ظهر في الثامن عشر وتاشر عشر ظهر قبله أصل ما يسمى في أصل النهضة أصل النهضة الذي ولدته في القرن الحادي عشر والثاني عشر حقيقة ما وردته نتيجة أولا ما حدث في أوروبا مساءل تفسيرية في مسألة الكنيسة والدين إضافة إلى مسألة استخدام الخرافات والخيال في كثير من التفكير الإنساني في ذلك الوقت لذلك قامت فردة فعل وامتدادا لهذا ردة فعل استمرت أنصر التنوير أو الحركة التنويرية في قرن الثامن عشر والثاني عشر في الحقيقة في الديانة المسيحية بالأساس لما قامت العملية كان هناك فالتفكير كلش سائد أنه هناك في بداية المسيحية أنه الفرق حقيقة العمل الذي أجد هذا الاختلاف موجود أنه في بداية مجيء السيدة المسيح وخلال موته ودفنه وقيامته لحين مجيء الثاني هناك فترة زمنية هناك اختلاف عليها بحيث يعيش الإنسان العيش الحقيقية ويعمل بأفعال السيدة المسيح لذلك كان هناك اختلاف لذلك ظهرت ما يظهر مسألة التدين أو اعتماد الكنيسة في حينها على كثير المسال التي أبعدت الكنيسة عن محورها الأساس جميل جميل نذهب إلى الناصرية الأستاذ دكتور الخفاجي مرحبا بك في بين السطور ما الذي أدى إلى صعود خطاب تنويري خصوصا في أوروبا هل بعد محاكم تفتيش أو ربما بعد قرارات نهائية مسيجة دجمائية مغلقة تحاول أن تجعل صوت المؤسسة الدينية هو الأعلى من صوت الإنسان وصوت الأرض وصوت السماء بحيث تحتكر الحقيقة والحقيقة تحت جبتي كما يقال لك الكلام شكرا لك وتحياتي لك والضيف في الستوديو عندك الأستاذ هاني والتدوير ذكر هو الأخي الكريم وهو ربما أفضل مني في هذا الجانب في جانب المسيحي التنوير كما يبدو هو رد فعل على بعض التصرفات من الكنيسة حينما كانت هناك سكوك غفران تعاونت الكنيسة مع الإقطاع وجاء الفلاسفة ليقفوا بوجه الكنيسة وأعتقد أبرز فيلسوفة ويعتبرونه فيلسوفة التنوير هو كونت كونت الفيلسوفة الألمانية المعروف ولكن مع الأسف حتى كونت في لغتنا العربية لم يترجم بطريقة صحيحة ولم يفهم بطريقة صحيحة فإذا كان التنوير هو التوظيف في العقل والتخلص من الخرافة الأخي الكريم ذكر ومن الخيال أنا أعتقد الخيال يبقى ضروري ولا يمكن أن نتخلى عن الخيال الخيال بداية أو منطلق للتفكير العلمي السليم دكتور ياظو ماذا حصل لفلاسفة التنوير لأدمغة التنوير بدءا لا نقول من جالوك إلى هوبيس إلى مونتيسكو إلى إيمانويل كونت أنت ذكرت كونت في مشروع فينالوجي ماذا حصل باعتبار الناس عبارة عن أظافر وأنناب إذا ما جاءهم شيء مختلف أحسنت هو بطبيعة ترى بطبيعة الإنسان هو محافظ قليل ما يكون الإنسان ثوري جميل بما فيهم الأنبياء قليل ما يكون الإنسان مبدع لأن المبدع هو الذي يأتي بأشياء لم يسبقه أحد جاء بشيء جديد لم يسبقه أحد ولذا الفلاسفة والمفكرون وحتى العلماء قليل وغيره الذين طرحوا نظريات حديثة في العلم واجهوا موقف سلبي من الكنيسة لأنه مثلا حول كروية الأرض حول الأرض تتحرك حول الشمس ثابتة وإلى آخر هذه النظريات العلماء وقفت الكنيسة بوجهها فوقف الفلاسفة التنويريون وحاولوا أن يتقربوا من أغلب الناس ولكن كانت الكنيسة هي المسيطرة ولذا الثائر يجب أن يكون في أفكاره أو المنور أو التنوير يجب أن يكون في أفكاره نبويا يضع روحه على راحته ويلخي بها في مهاور رداء لماذا أغلب التنويريين أغلب التنويريين يعطون الناس كلاما يشبه الخدود ناعمة ولكن يواجهون بكلام يشبه الأظفار والأظافر كما يقال خشنة ومزعجة لماذا الناس لا تقبل كلاما تنويريا يعني أنا قلت لك بالناحية السيكولوجية بطبيعة الناس يميلون إلى المحافظة يعني يميل إلى الهدوء لأن الثورة مشكلة والتغيير مشكلة والإبداع مشكلة والإنسان كما قلت بطبيعته يميل إلى الهدوء ولا يواجه الواقع ويرضون بالواقع على طريقة النجفي النايم بالبحر أنا وزبوني حرفيت ولكن هناك نقطة يا أستاذ مؤيد وهذه النقطة هي التنويري بعض الأحيان غير مخلص يقولوا ما لا يفعل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تنويري يحشي لك كلام بالإذاعة بالتلفزيون يكتب مقالة لكن غير تنويري في بيته غير تنويري مع زوجته غير تنويري مع أبنائه خلينا نأجل التنوير الخائن خلينا نشوف الأستاذ هاني قصده الأستاذ هاني شكرا لك الدكتور رياضي الخفاجي من الناصرية عودة لك إن شاء الله لكن الأستاذ هاني يعني كيف ماذا حصل حصل لقضية التنوير حتى باتت تزعج الكنيسة تزعج الناس لماذا لم يتقبل لماذا نفيه فولتير لماذا طورد لوك لماذا فات أكثر من فتوى أو أقوال دينية بحق سبينوزا باروخس سبينوزا ربما بصق على قبره حينما جاء جماعة من الأدمغة الكبيرة المتدينة قالها هنا يرقد باروخس سبينوزا فبصقوا عليه وهذه إشكالية كبيرة حينما نواجه المعرفة والتفكير العميق بتفكير مسطح نعم حقيقة عندما تكن مع مسألة التنوير بها الجانب الفكري و الجانب الديني حقيقة ما حدث في الكنيسة مما أتى بالإصلاح اللوثري وما جاء به مارتل لوثر ومن بعده جان كالفين حقيقة كانت هناك أحدة أسباب لاتزام الكنيسة في بعض الأحيان لقسم مسلمات التي هي أساسا غير صحيحة كذلك إلى هل تعترفون أن ما جاءت بالكنيسة آنذاك أيام لوثار بالقرن القريب على السادس عشر إشكالية نعم أشكاليات ذلك قامت حميلة التنوير لأنه لم تأتي من فراغ ليس تأتي من الخيال أنا قبل شيء بس أكد على ضيفك الرائع من الناصرية حقك برات نعم أنا أكو فرق بين الخيال وكو فرق بين التأمل والنظر نحو الخارج نحن ننظر إلى ما بعد القمر ليش حتى نشوف هذه الجمالية ما بعد القمر من أجل التأمل لخلق إنسان راقي ورايع يسمو إلى خليقة الخليقة التي أتى بها رب العزة المسألة نعيني في مسألة اتزام إلى سكوك الغفران في وقت الكنيسة التي قام عليها مارتين لوثار كذلك مصادرت الأموال كثير من الناس التنويريين في وقتها في الكنيسة مما أدى إلى مسألة ما ظهور الحركة البروتستانتية التي أتت مسألة البروتستانت الناس المحتجين على هذه القرارات التي تخذ من قبل الكنيسة لذلك التزام الكنيسة بهذه المسائل في حينها واعترافه في بعض الأحيان لهذه المشاكل يعني بعض القراءات الكنسية هي أصلوية جديدة نعم اليوم الصولويات عادت من جديد وارتضعت حليبا من جديد ونشطت من جديد وصعدت على مسرح العملية لما صارت في وقتها في عناصر التنوير والآن ما يجرى هنا في هذه الأيام الحالية تدخل في موضوع آخر لموضوع السياسة حقيقة كثير من الشرط صارت ليس في مسألة ما أتى به ديانة والدين ولكن هناك السياسة تمت السياسة لا تقبل هذه الآراء حتما يعني حينما حاكمتم كمسيحيين في الكنيسة حوكمة مثلا كوبارنيكس في قضية علمية كروية الأرض وغير كروية وحوكمة غاليليو من بعد وهذه المحاكمات إلى أي حد كل من يخالف ما قالته الكنيسة صارها مهرطقا وشاذا لذلك الهرطقة خرجت من هذه القرارات التي أتيت في حينها العملية حنتي إلى البدء لماذا حدثت هذه لذلك التزام الكنيسة في حينها في هذه الأمور ولكن لن تستمر هذه الأمور لذلك صار أنصر التنوير مشجع لتغيير هذه الحالات ولذلك لو نلاحظ إلى قداسة البابا فرانسيس في قبل فترة معينة ليست بالكثيرة قال أن نحن نشكر الإنجليون وبروستانت لما أده في حينها لأنه أدوا إلى وضع كنيسة إلى وضع الصحيح اللي كانت أن تسلكوا به كديانة مسيحية أتى بها السيد المسيح رغم أن قداسة البابا ربما يميل إلى فكر معين ولكنه أثنى على ما جاء به الإنجليون نعم لذلك الديانة مسيحية هي ديانة مفتحة بحيث تأخذ ما هو صعيح و ما هو خطأ لذلك لما صارت في وقتها في قسم المسال التي اتزمت الكنيسة أصبح هناك ردة فعل عليها هذا من جانب من جانب ثاني دعيني بهذه النقطة مهمة جدا يعني قداسة البابا فرانسيس أثنى على الإنجليين نعم على المسيحين الإنجليين نعم يعني صعود صعود خلن نقول البروستانتات في العالم على قبل كاثوليك في العالم هذا الصعود أو هاي الولادة كيف رحب بها يعني قداسة البابا نعم ما دامه هناك فائدة للمسيحية و فائدة إلى ديانة المسيحية و هو ما جاء به سيد المسيح هناك قبول و هناك رفض القبول قداسة البابا لهذا الموضوع لكي يتيح الفرصة لما حدث في القرون الوسطى من هذه الإحرافات اللي في حينها و قلت لك أنه في بعض الأحيان السياسات تدخل في هذا المجال و كذلك الديانات الأخرى في بعض الأحيان تكون مشككة لهذه الحالة هذا من جانب من جانب ثاني لما قامت الحركة الوثرية و كذلك البروستانت بشكل خاص هناك كان شروط قسم من رجالة الدين عن المسلك الصحيح الذي سلكوه في حينها لذلك كان ردة فعل على مسألة السكوغ الغفران مسألة على اتزام كثير من رجالات الدين إلى الشيء الغير صحيح الذي لم أتى به سيد المسيح أدت إلى هذه الحركة و تبلورها يعني هل يمكن أن نقول البروستانتات في العالم ما هي إلا علمانية مسيحية جديدة تؤمن بالأرض و تؤمن بالعقل و تحرر العقل من أسجة دجمائية و هذه الدجمة غوجية كما يقال هذه تؤذي العقل و الإنسان لا يصبح إلا ندا و شيطانا لأخيه و هذه إشكالية لذلك قداسة البابا رحب بقضية الإنجليين الجدد رحب لماذا رحب رحب بمسألة تصيح اللي أتوا به جميل ولكنه كثير من المسأل ليس هناك اتفاق حقيقة هو البروستانتية أو الإنجليون يعتمدون بشكل أساسي على كتاب مقدس التفسير حرفي كتاب مقدس أما الطوائف الثانية تعتمد على كتاب مقدس بشكل أساسي هذا لا محال منه ولكن اعتمد على ما قاله الآباء الأولين جميل والرسل في حينها لما أتت به المسيحية والتقوص المسيحية جميل لذلك مسألة هو ليس مسألة ند طائفة ضد طائفة أو بروستانتية ضد كاتوليك أو ضد أرتدوكس ولكن العملية نحو الشيء الصحيح لما أتت به تعاني مسيح لرفعة الإنسان وتقريصه من الخطيئة لكذا السيد المسيح أتت للعالم من أجل خلاص الإنسان من الخطيئة التي ارتكبها آدم الأول جميل جميل حول ما ذكره قداسة البابا فرانسيس في حق الإنجليين الجدهد وولادة بروستانتات في العالم من حقها أن ترى المعرفة وتصنع امتلاءات معرفية وإنسانية وإلى آخره لماذا كلما جاء فارس جديد انتظرته الحجارة الفقهية لماذا كلما جاء مبدع جديد واجهته الإشكاليات بالتالي يحاول كلما يحاول استرجاع حقوق الناس من خلال من خلال تحرير العقل من أسيجة السرديات والشعبويات والغوغائيات ربما يواجه بأنه مهرطق وزنديق وليس له إلا أن ينام في المقابر شكرا لك بس مداخلة بسيطة من حقك الرأس أو البابا أو قداشة قداشة البابا قبل هذا البابا القبل هذا كان ربما وهو ألماني وأنا ثقافتي ألمانية ربما هو أكثر قربا للإصلاح والتنوير من هذا البابا لأن البابا الذي قبله خاض حوارا مع الفيلسوف الألماني المشهور هابر ماس وطبعت هذه الحوارات ما بين البابا وما بين هابر ماس على شكل كتب باللغة الألمانية أما فيما يتعلق بالبروتستانت أو الإفنجيليش البعض يشكك فيها من قبل الكاثوليكيين بعض الباحثين بعض علماء اللهود حتى يقول أن هناك أطراف أخرى وراء لغثار وراء كالفين اللي هم أو حوله بأن يثور على الكنيسة ولذلك الكاثوليك لا يتقبلون كثير من أفكار البروتستانت أما لماذا الناس يثورون على المبدع أو المؤسسة الدينية سواء كان في الإسلام في المسيحية في اليهودية طبيعة الإنسان كما قلت في حديث السابق طبيعة الإنسان هو محافظ والثورة يعني ماذا تعمل الثورة هي حركة والحركة تجعل الذي هو نايم في يستيقظ وهؤلاء الناس لا يريدون أن يستيقظوا هناك مقولة جميلة جدا للفيلسوف المسلم محمد إقبال يقول حينما كان القطار في بمبي كنا نتفرج على القطار بداية العشرينات يقول حينما يتحرك القطار نرجمه بالحجارة يقول فقدح في ذهني أن الناس يرجمون المتحرك ويتفرجون على الواقف الناس يرتاحون لغير الثوار ويخافون الثوار ويخشون الثوار أحسنت والتنويري والمبدع والنبي بطبيعته ثائر وهؤلاء قد يخشون يعني المحافظين يخشون مصالحهم لأن هناك مصالح الكنيسة حينما وقفت بوجه التنويريين كانت لها مصالح اقتصادية رحيمة كانت تتحكم في العالم كانت تتحكم بالسلطة القارب يقتله الجرف الجرف كما يقال إذا نام على الجرف صار منذورا للخطب يعرق لكن حدثني عن التنوير ما هي ميزات التنوير المبدل شكرا لك شكرا لك ما هي ميزات التنوير يعني حينما يسأل يسأل الدكتور رياضي الخفاجي هل أنت تنويري هل أنت عقلاني هل أنت حداثي هل أنت هيرمو نطيقي هل أنت هابر ماسي أين تحسب أنت أحسب نفسي على ليس على هذه الأطراف جميعا وإنما أنا رياضي الخفاجي لدي أيدولوجتي التي أؤمن بها ولكن التنويري هكذا أفهمه وأنا هنا تنويري أنا أفهم أن لا إمام سوى العقل كما يقول أبو العلاء المعرضي مؤذنا في صبحه والمسائي التنوير هو من وظف العقل من استخدم العقل بطريقة سليمة لمقاومة التخلف والخرافة طيب سؤال أخير حتى أنتقل الدكتور قسطع الأستاذ قسطع في قضية هل أن التنوير قادم من أحضان التأريخ أم قادم من أحضان الحياة أم تراه وليد الأرض باعتبار الأفكار ملقات على الرصيف الأفكار ملقات على الشاطئ عليك أن تلتقط كلما كان النانو لدى الإنسان رهيبا التقط الذبذبات بسرعة قبل غيره فالتنوير ليس أكثر من رجل يلتقط الأشياء قبل غيره أنا أفهم أنه التنوير ابن الحاضر وهو ثائر على الواقع الفاسد وهو مبدع وكما قلت في حديثي أن المبدع من جاء أما بشيء جديد لم يسبقه أحد أو جاء بطريقة جديدة لم يسبقه أحد إليها والتنوير يجبع كل هذا الذي ذكرته يؤمن بالحاضر يريد أن يغير الحاضر ولكن يستعين في التاريخ يستعين في الماضي يستعين بالأفكار المختلفة والحكمة في الحديث النبو الشريف الحكمة ظلت المؤمن جميل يستعين بالنص الديني ولكن يقرأ النص الديني قراءة مختلفة عن كثير من القراءات التنوير له قراءته للدين ولا يحارب الدين ولا يقف بالضج من الدين جميل ماذا بين الدين والتنوير بعد الفاصل مع الضيوف الكرام ابقوا معنا من جديد مرحبا بكم في بين سطور الأستاذ قصته قبل أن يبدع في فهم الناس عليه أن يبدع في فهم ذاته فيصلح ما خرب فيه ثم يأتي بتنوير جديد أنت مع هذه القضية أنك حينما تحلم أن يصبح الأستاذ هاني جورج قصته تنويريا يكفي أن يحلم أن يصبح عقلانيا يكفي أن يحلم المجتمع حينما تريد أن تصبح عقلانيا لها أن تنام ثم تستيقظ صباحا ترى نفسها عقلانيا هذا يكفي الحلم لا يكفي الحلم نستبدله في هذه المسألة بالرؤية يجب أن يسبقه قبل العلم والتعلم والاستفاضة من كثير المسائل الموجودة في عالمنا اليوم الدنيوية والدينية أهم شيء حيث هو فهم إذا كنا من الناس القريبين على الديانة أن نفهم النص الديني بشكل صحيح ونقرأه بشكل متجدد من أجل بث الروح مرة ثانية في هذه الحياة بس أحب أن أعقب على شيء واحد أستاذ مؤيد مسألة الإنجليين الجدد أنا لا أقصد يعني قداسي الباب أنا متكلم لم يقل الإنجليون الجدد أو بروتستانت الجدد قال على البروتستانت بشكل عام لما أتى به من في القرن السادس عشر وتلاه بعد السابع عشر ولكن الآن هناك كثير من الحركات حقيقة التي تدعى أنه إنجليا أو بروتستانتية احتمالية بعيدة كل بعيدة عن النص الديني الحقيقي جميل مثل ما يشوفون الآن يعني ليس كل البروتستانت في سلة واحدة حتما ليس كل الكاثوليك في سلة واحدة لماذا؟ القضية مختلفة في الفهم حتما في الفهم أولا والإداء والغرض هذا التحديد لن يكونوا واقعين هناك ما يسمى بشهود يهوى شهود يهوى هي أحد من الطواعف الموجودة تدعينها المسيحية بس هي بعيدة كل البعد عن المسيحية بحيث يقولون هم شهود الذين أتوا في كتاب مقدس في خلال سفر الشعياء إنه شهود يهوى اللي هو شهود إلى الله في تفكيرهم ولكنه لم تجي إلى تعاليمهم بعيدين كل البعد عن العملية لذلك قد أسر بابا لما نأثنا على مسألة البروتستانت البروتستانت اللي مأتت إلى رجوع إلى خط صحيح للديانة المسيحية بشكل راح الأستاذ الخفاجي يقول كل ما أبدع كل ما جاء بجديد كل ما كان الجديد مثمراً وحمالاً لعدد الدلالات هذا هو المبدع الخلاق التنويري يعني ممكن أن نأتي بجديد لا علاقة له بالقراءة الدينية ممكن أن نأتي بجديد لا علاقة له بالذوق العام التنوير يستحى الذوق يحاول أن يستحى الذوق العام بعد ذلك يأتي برأي يتحمل بعضاً إنسانياً وبعضاً فنياً وبعضاً جمالياً نعم في البداية حقيقة لا ظير أنه التنويري أخذ من المساء الثانية بس أن لا يتخالف مع الدين لا يختلف فيه مفهوم الدين بشكل اعتيادي التنويري لما ابتعد على النص الديني الحقيقي اللي أتت هذه الديانات من خلالها يقولون هناك هروبة من النص الموجود وبالتالي احتمال في كثير من أحيان هناك تقاطعات ويصبح ضد النص الديني الموجود ولكن التنويري من يستلهم كثير من الروح الديني من النص الديني ويعادت إنتاجه بشكل يخلي الإنسانية ترمو وتسمو إلى مسئلة إنسانية هل يمكن أن نفتح الشبابيك مسيحي يفتح الشبابيك على مسلم مسلم يفتح الشبابيك على كاثوليكي لا غير أبداً ماكو أي أذكر كنت أنت صادق قلت مؤيد خلينا بحوار معاك نعم حضرتك مسيحي وأنا مسلم نعم قلت خلينا مؤيد بحوار معاك أبداً ماكو اختلاف ما دام الاثنان يعبدون خالق واحد هذا لا غير عملية ولكن هناك طريق واحد ولكن هناك طرق أخرى المؤدية إلى هدف واحد الله سبحانه وتعالى جميل الله سبحانه وتعالى خائن التنوير يقول الأستاذ رياض الخفاجي كل تنوير من غير ضمير هو إذاء حقيقي وسافر للروح حتماً وخاصة في مجال النص الديني في المساعدة خراس المعابد إذا أساءوا نعم ليس كل حارس لمعبد أو إلى كنيسة أو إلى مندة أو إلى حالة معينة دينية أو إلى دير يكون هو الأمين الوحيد لا أبداً هناك ربما هو القاتل أحياناً في كثير من الأحيان احتمال رصة العملية من الذي خان المسيح من الذي وشى بالمسيح وحد تناميده من الذي قتل المسيح وحد الحواريين حتماً حتناميده وصريطي اللي هو ضح لذلك ليس كل الحواريين حقيقة جميل قسم منهم مثلاً كل الاحترام كل الاحتزاء فطرس الرسول كذلك نسأل عن حراس المعابد نعم السيئين ولذلك ربما أحياناً قراءات المتنور تحاول أن تخلص النص الديني من قراءات رجال الدين السيئين حتماً المزعجين حتماً الذين يحاولون أن يضعوا العنف في السلة قبل أن يضعوا الإنسان في خانته الحقيقة يعني يبقون مع الملاذ الجميل الأديان ملاذ جميل للناس نعم هناك اثنان من التلاميذ نقطة نقول خانوا سيد المسيح يهودي صريطي ولكن يهودي صريطي ذهب ونشنق نفسه ولكن هناك فطرس الرسول خانه من أي ناحية لما قال له يا رب قال له سيد المسيح أنه راح تنكني ثلاث أيام قبل صياحة ديك وهذا ما حدث لذلك لما سمع صياحة ديك بعد إنكاره لسيد المسيح ثلاث مرات بكى ولكن كان بكاءه مرًا فغفر له سيد المسيح وسيد المسيح كما نعلم جميعا غفر لجميع غفر لصالبه لما قال اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يصنعون مسألة المغفرة بالديانة المسيحية هي حقيقة الأساس لكثير من المساء الموجودة إنسان لما يخطأ هناك مسألة الغفران مثل ما غفر سيد المسيح إلى الزانية لما أتوا بأنه هذا كانت زانية فأتوا عليه كيف يعاملها سيد المسيح قال لهم من منكم كان بلا قطية فيرميها بحجر جميل قال لها في حق المجدلية بالضبط لذلك ذهب لكلهم فروا من هذا المكان وبالتالي قال لها اذهبي ولا تفعلي هذا الفعل المغفرة جميلة في حق مريم المجدلية كما يقول الموروث المسيحي نعم الإشكالية إلى أي حد استوعبنا درس المجدلية هذه المرأة التي ربما زنت دون مشتكن عليها فجاء المسيح قال لمن منكم ليس له الذنب فليرجمها قبلي نعم المسيح له القداسة اليوم إشكالية هذا الدرس هل تم الاستفادة منه أم ربما صار حكاية فوق حكاية وأقوال فوق أقوال أبدا الديانة المسيحية هي ليست أقوال أو أمثال عفوا نحن نتحدث بالشكل عام نعم بالشكل عام المسيحية حقيقة ليس أتت سيد المسيح بهذه الأفعال والأقوال الموجودة الموجودة في كتاب مقدس علينا كمتنورين أو غير متنورين هو ليس كل واحد عندنا هو متنور أنا أتصور أتصور جناب الدكتور يعني معذرة حتى يفهم كلامي أتصور كلام المسيح ليس فقط للمسيحيين للإنسان لأن كلام المسيح يعني عابر للحدود والإثنيات والهويات والإبلواجيات هذا قصدي نعم أستاذ مؤيد الورد أنه هو للإنسان جميل لم أتصور المسيح هو ليس مسألة إلى مسح الإنسان ورجعه إلى الطبيعة الحقيقية مسح خطيئة العالم وذلك يشوف هنا في القداس الإلهي الموجود للكنيسة هناك الخمر وهناك الخبز الخبز رمز إلى جسد السيد المسيح والخمر الغير مسكر هو نسبة إلى دمس المسيح الذي غفر خطايا الإنسان من خلال هذه التقوصة جميل ولذلك ربما من هنا جاءت قضية الاختلاف في القراءة المسيحية إلى قضية الخمر المسكر وغير المسكر لا تحتاج إلى حوق نعم حقيقة الخلاف الذي حصل هناك قسم من الأشياء التي قلت لك قبل قليل أن هناك فرق بين الكاثويك والطواف الثانية مع البروتستان أو إنجيلين هناك مسألة الإنجيلين يعتبدون فقط على تفسير كتاب مقدس التفسير النصي والحرفي لهذا كتاب أما الباقي الطواف تعتمد على الإنجيل بشكل أساسي إضافة إلى تعاليم الآباء الأولين اللي هم الحواريين ومع بعد الحواريين اللي أخذت كدروس وكطقوس في داخل كنيسة هذا من الناحية هناك قصة من الاختلافات اللي هي أساسا ما تختلف على العقيدة بكذا ما هي طقوس ممارسات في داخل الطائفة المسيحية جميل من جديد مع الدكتور الخفاجي من الناصرية دكتور الخفاجي الحكايات والتاريخ نجرجره أمامنا وواقف أمامنا وبالتالي يحرك الجماهير ذكر الأستاذ قصطو في قضية من منكم ليس له قطيئة أو ذنف ليرجمها قبلي يعني هذا البعد الرائع الإنساني المعرفي الجميل عند السيد المسيح عليه السلام هذا البعد إلى أي حد نحتاج أن نفتح الشبابيك ونأخذ المؤمن يعني ينتظر الحقيقة والحقيقة ملقاة على قارعة الطريق بعدد أنفاس الخلاق إلى أي حد أنت معه أن يتنور المتنورون من الكل فنحن اليوم في زمن عولمة العولمة تحاول أن تجعل الناس في قرية صغيرة لا وجود للزمان والمكان أو ربما تحاول تقليص الزمان والمكان في تجانس رهيب جدا يشكل العالم كيف ترى القضية قبل ما أجيبك على سؤالك أذكر ثلاث أشياء الشيء الأول فيما يتعلق بشهود يهوى والشهود يهوى بالضبط زي داعش عندنا يعتبرون هم المسلمين الصحيح هم الإسلام الصحيح كذلك شهود يهوى أنا في حواراتي معهم كثرة هم يعتبر نفسهم هم المسيحيون الصحيح وما عداهم على خطأ هكذا شهود يهوى هذه أولا اثنين فيما يتعلق بالتراث المسيحي والسيد المسيح أنا دائما أردد هذه المقولة الجميلة الرائعة للسيد المسيح من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها وأقول دائما لمن ينقدون المخطئين لا تكن أنت مخطئ وأنقدني أما إذا أنت معشعشة في أعماقك الأخطاء وثم تأتي لتنقد الآخرين فحري بك أن تربي نفسك قبل أن تتوجه لي هذه أولى أثنين هناك مقولة رائعة أيضا للسيد المسيح وأرددها دائما مع طلابي مع مريدي والتي هي جميلة ذكرها الأخ الكريم بطريقة غير مباشرة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان الإنسان ليس فقط معد يملأها وإنما الإنسان فكر وعقل وتنوير أنصح التعبير أما فيما يتعلق بالمؤثرات العالمية التي تساهم في بناء شخصيتي أنا الإنسان العادي أو أنا الإنسان التنويري أنا ذكرت حديث وما خلتني أكمله حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحكمة ظالت المؤمن فهو أحق بها حيث وجدها فأنا من أي أخذ من كل الأخذ من الأخوة المسيحيين من الصابقة من الفكر الحديث من كارل ماركس من فرويد من أدلر من جونغ من بوستاف لوبون من أي إن مين أي إن زين ماذا يبقى من التنوير يعني أكمل يعني أحاول أحاول أن أستغل الوقت معكم أنا مستثمر هذا الحوار لكن العالم اليوم في استهلاك فوري العالم اليوم مثل معجنات كريمة للاستهلاك وليس للتفكير العالم فيه صورة وفيها ألوان وفيه بعد مكاني وفيه بعد زماني وأنت أمام الصورة الصورة ربما تتلاعب وتجرجر ما لديك نحو حقيقة ما ماذا يبقى من التنوير أمام التقنيات عولمة رهيبة جدا تأخذ الإنسان وتحول الإنسان من مذهبيات وإيدلوجيات إلى إنسان بلا أسوار بلا مفاتيح ولا أقفال أنا أفهم التنويري أنه نبي أفهم التنويري أنه مغير أفهم التنويري أنه ثائر أنه متحمل لكل المشاكل العالم الآن يعاني أزمة وهي تصدير التفاهات تعرف أنت كتاب هذا الكتاب المشور ما للتفاهات الآن ثقافة التفاهات مسيطرة أحسنت مسيطرة على العالم هذه ثقافة التفاهة فأنا دوري أن أعيد العالم إلى رشده إلى عقلي هذا هو التنويري بس بالشرط أن يكون التنويري على طريقة غرامشي التنويري المثقف العضوي التنويري الثائر التنويري كعلي ابن أبي طالب عليه السلام يقول ما ترك الحق لي من صديق لا يحشنك طريق الحق ولو قل سالكوه طيب إلى أي حد بإمكان التنويري أن يصمد أمام صعود صعود التنين القاتل متمثل بقراءات مسيجة ودغمائية ونفعية كما هو حصل في داعش ونصرى بوكو حرام إلى آخر القضايا والجماعات التكفيرية يعني أنت حينما تفكك اللغة وتستخرج بعدا لغويا اسمح لدكتور أنت مشتغل على اللغة وربما اللغة العصبة الذي يربط الناس والعالم بالتالي حينما تفكك مفردة من سياقها النهائي إلى سياق دلالي متمدد كما هو الحاصل في العشب تواجه أنت يعني ماذا بإمكان التنويري أمام هكذا ظاهرة صعود أصولويات قاتلة كما قلت التنويري إذا لم يكن خشبا من الخشب المجوفة إذا كان ممتلي أعماقه بالإيمان كما يقول شيكسبير والرعب لا يرهب إلا القلب الفاسد أنا حينما أكون أمن بقضيتي مستعد أن أضحي من أجل قضيتي وحينما يستعد كل تنويري إلى أن يضحي من أجل قضيته من أجل التنوير فأعتقد ممكن أن يتغير العالم فبدل أن تلعن الظلام اشعر شمعة جميل أنت تستشهد بالإنجليزي شيكسبير تذهب إلى الروسي من عبثي من عدمي من فاقد المركزي واللوغوس كما يعبر كيف وأنت متدين بالتالي أنت تحاول أن تحرر الذاكرة من أسجة مذهبيات وأسجة أخرى أم أنت تدعو إلى تنويرية جديدة عابرة للأسجة والمفاتح والأقفال أنا أعتقد الدين والتدين لا يتعارض مع التنوير الحقيقي جميل والدين بطبيعته تنويري طيب من هو الذي يتعارض الإسلام تنويري من هو الذي يتعارض مع التنويري محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء كان تنويريا يعني اسمح لي اسمح لي يا دكتور ما اسمحتك هاي الكلمة الأخيرة يعني حتى فرنسا بتنويرية فرنسا كما تدعي علمانية فرنسا حينما تم نفي فولتير فولتير ميسير فولتير نفي فولتير بعد نفي فولتير وقدم فولتير إلى فرنسا قال فليدخل فرنسا إلى فولتير لكن يدخل ضيفا غير مرغوب فيه يعني التنويري مزعج حسب القراءات العلماتية التنويري يحاول إزعاج السلطات يحاول إزعاج الراكت هو رجل لا يعجبه العجب هسا التنوير إذا كان عبثي بعض اللحن تنويري عبثي بدون بديل احتيازي إذا يعجبه العجب ولا الصيام فيه رجب لكن التنويري اللي يضع البديل الذي يقول للبشرية هاي التفهات أنا ما أريدها ولكن بإمكان الإنسان أن يصنع ذاته أن يحقق ذاته أن يصنع المجتمع أن يخلق المجتمع جون بور سارتر له مقولة جميلة إذا ولد أحدكم معوقا ولم يفز في السباق فلا يلومن إلا نفسه الإنسان هو يصنع نفسه والتنويري هو يصنع نفسه ويواجه الواقع شكرا لك شكرا لك أن نحاول أن نستثمر الدقاء والأستاذ هاني ذكر الدكتور الخفاجي مر بسارتر في وجوديته وذكر المعاقل الذي ربما لا يفوز لا يلومنه لا يلومنه إلا نفسه وذكر يعني شيكسبير في قضية وذكر أشياء كثيرة هل بإمكان رجل الدين أن يتعرف على هذه الأسماء الكبيرة في العالم دون أن يتضايق يعني الدين لا يتقاطع مع التنوير ربما قراءات تديونية متشنجة يعتقد صاحبها أنها هي الحقيقة والرسمية هي التي تتعارض صحيح هذا الكلام؟ رجل الدين صحيح هذا الكلام؟ نعم موجود موجود رجل الدين عندما يلتزم هذه المفاهيم أعتقد ما سيكون هناك تنويري في هذا المجال التنويري باعتقاده هو عبارة عن ذلك السنبلة الممتلئة عندما نراها ممتلئة ومنكسة رأسها نحو الأسفل هذا التنويري الذي يقدم ما يقدمه من أعطاءات ولكنه تنويري مثل ما قال الأستاذ دكتور رياض أنه لما يقف في مواضيع التنويرية في تفكيره ويعمل ضد الحاد الصحيحة فهذا ليس تنويريا فرجال الدين في بعض الحيان هناك الناس رائعين ينهضون بما جاءت الأديان السماوية و رجال الدين مع احترامي لا يغضون لذلك ظهرت مسائل الحاد مسألة ما مفهوم الآن حاليا ثورة الفوضى الخلاقة الكل يعلم هذه الثورة الآن اشتاحت العالم كله و كثير من الدول التي نشوفها حتى المتحدث اليوم في قضايا دينية جميلة جدا الدين ملاذ آمن للناس نعم بلا شك حالة تعبير أحد الفلاسفة يقول لا تخبروا حينما وصل إلى طريق الحاد معين قال لا تخبروا الخادم أني وصلت إلى هذه القضية فلا أتمن على نفسي صباحا الدين أمان للناس جمال للناس حتما الدين يكفي أنه يعطى المعنى نعم و ألا من أين نحن إلى أين نذهب يظل الدين مسألة أمان لأن ينقلك إلى مسألة روحانية ولكن الدين لما يوصل إلى مرحلة التدين هناك كثير من الإشكاريات حول هذا جميل إذن الإشكارية ليست في النص الديني في قراءة النص الديني نعم المشكلة في فهم هذه القراءة ويعاد إنتاجها بالصيغة التي ترد بشكل صحيح لذلك الشخص طيب ما ميزات المتنويري حتى تقول من حقه أن يقرأ النص الديني يعني النصوص الدينية أحيانا تتوجع وتنتهي أو ربما تبقى متهية الصلاحية إذا لم يأتي قارئها القارئ الكبير هو الذي يعطي بعدا بعدا إنسانيا بعدا جماليا بعدا استيقيا رائعا جدا يتذوق الآن وبعد الآن وبعد الآن نعم النص الديني لا ينتهي النص الديني كما هو موجود ولكن ثم حضرتك الفهم هذا النص هو الذي أما يعيش وينمو نحو الفضاء أو ينتهي بانتهاء ذلك التنوير هل أنت من الدعاة إلى لملمة أوصال التاريخ غير الصحيح؟ وبالتالي بالتالي هل الدعوة إلى التنوير ما زالت في المنطقة العربية وغير العربية هي دعوة أصيلة أم ربما زحفت علينا الصور والألوان والعولمة المطلوب من التاريخ ليس قراءته من أجل التاريخ لأن التاريخ في طير الحيان كتب حسب السلطة أو الرجال الحاكيم في تلك فترة لذلك نرجع بقراءة التاريخ بشكل صحيح لفهم الماضي وعيش الحاضر لإنتاج مستقبل يرمي إلى حياة الإنسان وإلى رقي ذلك الإنسان إذن التنوير يستبق ويكتشف ويتنفس هواء يختلف التنويري حقيقي ومسؤول عن مشاكل كل الناس نعم التنويري حقيقي لا علاقة له بمسيحية ويهودية وإسلامية أبدا الدين للجميع الدين للجميع أنا أدين بديانة معينة أخي أدين بديانة أخرى الكل نصل إلى غاية واحدة اللي هو الوصول إلى الخالق هل بإمكان التنويري أن يصبح تنويرياً دون أن يلتف إلى آلام فلسطين لبنان إلى آلام الأطفال حتماً لا والشعب التي تباع خلصة حتماً لا مثلما الإنسان اللي ما كان يتألم إلى الشعب العراقي في محنه نفس الآن نفس الشخص الذي لا يتألم بألم غزة وألم فلسطين بالأساس هو ألم لبنان نعم الباحث والأستاذ هاني جورج قصطو الباحث في الفكر المسيحي شكراً لحضرتك في الحوار معك شائق جداً شكراً جزيلاً لهذا اللقاء الأكثر من رائع لفهم مفهوم التنويري لأن التنويري في حيامة ما قال ضيفك الرائع الدكتور رياض أنه تنويري ليس كل إنسان يتكلم بالمساء العلمية والثقافية أنه أصبح تنويرياً ولكن تنويرياً الذي ينقل أخيه الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أفضل جميل من الناصرية شكراً جزيلاً للمفكر الإسلامي جناب الدكتور رياض الخفاجي والحوار معك شائق جداً وربما تحتاج إلى حلقة ثانية شكراً إليك بارك الله فيك شكراً لك كل ضيفك الكريم شكراً جزيلاً لكم أكيد التنويري ضد الأسيجة التنويري ضد الموروث المزعج التنويري يستطن ويكتشف والحقيقة لا تورث لا تعطى كما تعطى العقارات والبيوتات الحقيقة تكتشف وتصنع بين الفينة والأخرى وربما أخطر ما يهدد هذه الحقيقة التي تولد ولادات بلحظات معينة بالتاريخ معينة هو الغباء أخطر ما يهدد الغباء الشر لا يهدد كثيراً سنة وسنتين ويذهب أما الغباء فإذا استمر يأكل اليابس والأخطر شكراً جزيلاً لكم تحياتي مؤيد جاسم ختام الحلقة لعنوانات ثانية من بين السطور تحياتي طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة